مرحبا ياحبنا في هذا الفيديو سنتحدث عن الموضلة التي تجد على كل شكل جسم الأول ما أريد أن لا يوجد أي شيء أقول لها أنها تقليل على شكل الجسم لا تلبسوا شيئا أنتم تحبوها لا أقول أن هذا هذا قصد في هذا الفيديو وليس أقول أنها يجب أن تقليل على شكل الجسم وهذا الشكل هو شكل جسمك وأنت تحبيها طبعا تلبسي الذي تحبيه أنا 100% بشجع أن كل بنت تلبس اللي هي عايزية و اللي هي بتحب و اللي بيخاليها تحس بالنفس خاليها تحسنها مبسوطة فأنا 1000% مع أن تلبسي الحاجات اللي بتحبيها والحاجات المرايحة كي والحاجات اللي أنت عايزة تلبسيها فأنا بس قلت أجمع لكم شوية حاجات أنا اللي رحست أن هي بتليق على أشكال جسمه معين أكتر من الثانية أو إيه الحاجات اللي تخلي جسمك يبان أجمل فأنا أخش في الموضوع على طول الأول حاجة أنا شخصين بعيني منها هي الدراعات المليانة شوية و دي حاجة أنا لاحزت أن أنت لو دراعاتك مليانة شوية دي ممكن تبينك أن أنت مليانة أكتر من أنت مليانة فعلا ممكن أنت تكوني فائعة بس دايق دراعاتك مليانة شوية فالحال في الموضوع ده أن أنت تلبسي تركار اللي هو 3 ربع كوم أو بكم طويل حتى أنا شخصيا حتى في الصيف بلبس ساعد بكم طويل هنا في كندا أنا بلبس موك ألبس قصية و موك ألبس شورت و كاته طبعا في مصر وش بقدر ألبس شورت أو كده بس دايما بحاول القلب بكون طويل لأن النص كوم بيبين أن الدراع مليان والقط من أكتر الحاجات اللي تبين الدراع مليان والحملات من أكتر الحاجات اللي تبين الدراع مليان فعلى قد ما تقدرين لو عايزة لو دي حاجة أنت مأزماكي أو حسن هي بتظلمك أو ممكن تكون أنت بشوخدة بالك ممكن تكوني فاكرة أن إذا أنا لي شكلي مليان في الصور ساعات بتكون بس أن دراعاتك أنا دراعاتي بتملة وأنا مش مليانة فدي أول حاجة أن لو أنت دراعاتك مليانة دايما حاولي تسحبيها لتحت وأن أنت تلبسي بكم كمان لو أنت دراعاتك مليانة ممكن تكون الكولار بونز بتاعتك حلوة اللي هي الحتة دي فممكن تلبسي حاجة بيكلتي شوية تبين الكولار بونز دي دايما حاجة بتبين أن أنت فايعة فدي حاجة ممكن تعملي ما بينها زي بالانس أو زي موازنة كده حاجة تانية أنا هتكلم عنها هي لو أنت مليانة من فوق أكتر من تحت أو لو أنت مليانة من تحت أكتر من فوق في حاجة كده معروفة يعني أو مش معروفة ممكن نقول إن هو زي رول جانرل أن أنت لبسي ألوان لون واحد في الحتة اللي أنت عايزة تخبيها لو أنت مليانة من فوق أكتر ما تلبسيش حاجات منقوشة قوي لبسي حاجة سادة من فوق مثلا ولبسي من تحت لو عايزة تلبسي حاجة فيها شكلها لو أنت بقى رجليك رفايعه من فوق مليانة ممكن تلبسي جينس مثلا في مقطع أو حاجة حتى لو أنت عايزة تلبس جينس مقطع ولكن لا أريد أن تبيني رجليك ممكن تلبسي تحته مثل اللاجينج بيبقى شكله رويش قوي أحب أجاب الشكل كده وتلبسي من فوق حاجة سادة لو أنت العكس لو أنت تحسين أن رجليك مليانة أكتر من فوق فمن تحت تلبسي ألوان غمئة أو تلبسي ألوان غمئة لو أنت تلبسي شيء منقوشة من تحت لكي لا تبينش متلفتش الانتباه كما تقولي كده تلبسي حاجة لون واحد ولو عايزة كمان لون غمئ للحطة التي تريد أن تبينها ولكن تلبسي شيء منقوشة للحطة التي تريد أن تبينها دي تاني حاجة كمان لو حد عنده مشكلة أعرف المعظمات ما عنده مشكلة دي ولكن لو حد عنده مشكلة أن رجلي رفايع قوي ومش بيلاقي بانطلنات حلوة لأعلي اللاجينج اختراها عظيم وساعات اللاجينج فينا ستقدر تلبسها تقريبا كبانطلون مع بلوزة طويلة شوية لو أنت رجليك رفايع قوي ستحسسك أن انت خفيفة وهتحسسك أن انت اللاجينج عشان بيبقى ماسك فهيحسسك أن انت عندك الشيب أو الشكل القنوسي بتاع البنات من رجليهم مش رفايعين العكس لو أنت رجليك مليانة وعندك جناب وحاجات اللي بتحسسك أن انت مليانة بالعكس أنا أحب شكلها جدا ولكنني أحسس أن الجينس سيبقى أحسن ولو جينس غيمة جينس أسود سيبقى أحسن من جينس أزرق سيبقى أحسن من اللاجينج سيبقى سيبقى أحسن لا يريح بالنسبة لهم بعد ذلك سأسن لو أنت في ناس كتير بيبقوا عندهم الشكل اللي هو الأورجلاس أنت هي مليانة من فوق مليانة من تحت بحيث أن البنات يبقوا متحيق لهم بلاحظ أن هم أكتر بنات بيشتكوا أن هم مليانين فحين أنهم ليس مليانين فقط هذا شكل جسمهم من فوق وتحت هذا الشكل الأموسي فهذا يجعلهم يبقوا أنهم على بعض مليانين لكن هذا ليس حقيقي هذا أكتر شكل فعلا لكن تستطيع أن تلبس شيئا لو أنت فكرة مليانة فكرة نفسها مليانة وهي ليس مليانة فقط تلبس هدوم تبينها مليانة مهم لو أنت لديك الموضوع ستبقى حلوة جداً لو أنت وستك أرفع من فوق و تحت لو أنت مليانة من فوق و مليانة من تحت البسي بانطالون جينس هاي ويست و بادي قصير طبعاً طبعاً لا يكون مليانة بطنك لو أنت مليانة بطنك لكن يبقى على قد المنطالون هذا سيبقى على قد أنت رفايا لأنه ستبقى الانتباه جداً لوسطك في كل الناس ستعرف أنت هذا طبيعة جسمك ليس أنت زائدة في الوزنة أو حين على عكس لو أنت ليس مليانة لو أنت لديك حتة واحدة حاولة تتعدي هذه الحتة اللي أنا بقول لكم هي رول أنا مش بمش علي أنا ما عنديش وسطة قوي بس أنا بحب جداً الباضيهات القصيرة فبلبس هاي ويست وكروب طوب رغم أنه هو مش بيليق علي لأنه مش اللي هو عندي الأورشيبت اللي هو اللي ينقذر هو وستير فايعا ما عنديش الحتة دي بس زي ما بقول لكم أن بلبس اللي أنا عايزي وكل الناس لازم تلبيس اللي هي عايزي برضو لو أنت قصيرة الفستين الطويرة مش هاولة لأن الناس بفتكرو الفستين الطويرة للبنات الصويرة بالعكس البستين الماكسي تفرد جداً برضو لو أنا طويرة وأoro أريد أن أن يلبس فستين طويرة فأغراء كم لديم 165 كم بnung 165 كم 165 سنتي أقlli 164 كم بس باس أعتبر طويلة قضيلة بأخير لو انت طويلة شوية وحسن فستين الماكسي هتطولك ممكن تلبسي فستين اللي هي تحت الربة ديت بتأثر طولك شوية لان بيباني الفستين وحطة رجل لكن لو انت قصيرة فستين الماكسي تبقى تحلو جدا على البنات القصيرة فدي برضو حاجة هتفردك لو انت طويلة ورفيعة وانا انا كنت طويلة ورفيعة كنت فكر ان انا جسم ليس جد ده احلى جسم ده جسم المادلز لو انت تقدر تلبسي حاجات قصيرة كل اي حاجة قصيرة هتبقى حلوة عليك لو ستين قصيرة لجوب قصيرة شورت اي ام لو عاانت تلبسي بانطالون جينس ممكن تلبسي بادي قصيرة اي حاجة انتفى الهدوم المحنتفى الصغيرة هتباين قد ايه ان جسمك الرفيعة ده حلو حاولي تبعيدي عن اي حاجة واسعة او اي حاجة اللي هي مش اوورسايز بس بس حاولي تبعيدي عن الهدوم اللي هي عادية الفيت بتاعها عادي حاولي تلبسي الحاجات اللي هي محزقة المكسمة لو انت رفايعها قوي حاجات اللي هي تخلق العافية ديت اللي احنا محد وانا في ناس كتير متعفش تلبسها ديت خلقت عشانك وهتبين قدقي ايدا البنت ديت اسمها حلوة او رفايع ده اخوة حاجة ثانية ممكن تكون في بنات كتير بتعيني منها ان انت لو مليانة من فوق وحاسن انت الموضوع ده مقزمك شوية حاولي تلبسي الموديلات اللي هي الامبير اللي هي الاس تك بيبقى تحت السيدرة على طول ديت او لو عندك كرش مثلا ديت هتبقى حلوة جدا هتخبي كرش لو انت بتلبسي مثلا تجد تلبسي تي شيرت تحسين ان عندك كرش او تحسين انت انت مليل لدينا كده البطيهات الامبير ديت معمولة عشان البنات اللي كده هتخبي كرش وفي نفس الوقت هتبقى بتعمل الشكل اللي هو فهمين شوية ده برضو لو انت رجليك الفيعة انا حاسن ان انا مش كتبهم بالترتيب انا عارفة انا بعتزم عن موضوع ده بس ان كنت احاول اجمعها لقدر تيبس لو انت رجليك الفيعة حاولي تعادي عن البنطالونات اللي هي هان هاه ، هاه تراوزر هال são البنطالون من日本一點 وهو البنطالون جينس لا لا تدخي وهو البنطالون الاشتراح ال بانطالونات اللي batch aqui El classic baic级 لان هي نصيحة انا قلتها عجبتكو وحسيتوا انها مفيدة وبتفكروا تنفذوها فعلا وزي ما قلت كل حاجات دي ممكن تكلاقيها قريدي في دلابك بس تختاري ايه الحاجات اللي هي تباينك ان انتي تخبي الحيطات المشي عجبكي تباين الحيطات المشي عجبكي مانا الفيديو يكون اعجبكو اشوفكم ان شاء الله قريب في الفيديو جاي باي